أنا أروح للحج وأكمل مناسك الحج والله سبحانه وتعالى يغفر لي كل ذنوبي زين من أرجع من أرجع من الحج غير كون أرجع كون أنا إنسان جديد كأني الآن ولدتني أمي وبلشت يعني هسه بديت حياتي خو مو أرجع منه وأنا منتظرتني الأمور اللي لازم أسويها الحرام كل هذو الله تنتظرني وها بس شوية بعدني بعدني على ما يخلصني الشربتات والكيكات اللي أو الزحن والجايبن يعني على قد توزيع الصوغة الناس بعدي رايحة جاي علي أنا عايش شعور الحج بس يخلصني هذني الصوغة والتغتيبات بعد ما حد يجيني رديت الحياة القديمة وأتعسخ وما يصير أكيد خليني اسمع الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول الحج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه فإذا وقف بعرف ضرب على منكبه ضربا اثنيناتهم على منكبه الأيمن ثم قال أما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل اللي راح عفو الله عما سلف انت الآن إنسان جديد يلا شوف روحك يش راح يسوي بجديد يا عمي والله يوفقكم إن شاء الله جميعا والكلام من كتاب ثواب العمال وعقاب العمال ثواب الحج والعمرة صفحة 73 والرواية رقمها 6 و دمتم بخير أو في أمان الله اشتركوا في القناة